السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو قديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه يا ربكم او بخير في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله هنتعلم ازاي نسبت كل البرامج اللي احنا محتاجينها على جهاز الكمبيوتر بتاعنا بضغط زر واحدة طبعا الفيديو ده هيفيد اصحاب اجهزة الكمبيوتر اللي لسنا مسطبين نسخة ويندوز وبيدوروا على البرامج الاساسية اللي محتاجينها على جهاز الكمبيوتر لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي تابع معايا الفيديو لنهاية طيب هنعمل ده مع بعض ازاي بازن الله كل اللي انت هتعمله هتفتح المتصفح بتاعك وتيجي في خانة البحس تضع اللي هو الكلمة دي اللي هي كلمة تمام كده هوت تضغط على هيفتح معاك اول خانة من خانات البحس الخانة دي تضغط عليها هيفتح معاك صفحة هذا الموقع الموقع ده موقع جميل جدا بيوفر لحضرتها كل البرامج اللي انت محتاجها وبمجرد ما بتختارها بيعملنا عملية تنزيل وتثبيت بدون تدخل من حضرتك موقع مأمون وموسوك في عدد كبير جدا من البرامج الاساسية اللي كلنا بنحتاجها طيب هنعمل ده مع بعض ازاي زي ما حضرتك شايف كده هو المقسم البرامج اللي موجودة في الموقع حسب الاستخدامات يعني هنا اللي هي المتصفحات فحضرتك مسلا بتختار المتصفح اللي انت حاب باني انت تثبته على جهاز الكمبيوتر وتضغط عليه فانا مسلا هافترض ان انا هختار اللي هو جوجل كروم هنا هيبدأ اللي هي برامج المحاسة ممكن تختار البرنامج اللي انت حابه يعني مسلا انا هختار مسلا سكاي بي هنا هيبدأ يستعرض عليك البرامج اللي بتشغل ملفات اه الميديا افلام وموسيقى بكل الجودات انا هختار اللي هو كي لتي كوت ده افضل برنامج من البرامج اللي بتشغل الافلام هنا البرامج اللي تتعامل مع الصور اه طبعا من افضل البرامج اللي هو برنامج جمب اختاره هنا هيبدأ يستعرض عليك البرامج اللي تتعامل مع الملفات اللي هي ملفات البي دي اف وملفات اه الورد والا اه اكسي بي والباور بوينت فانا اختار اللي هو البرنامج ده من افضل البرامج اللي تتعامل مع ملفات البي دي اف لو حضرتك كنت حابه انت تستعمل اه برنامج ليفتح برامج الافيس ممكن تختار البرنامج اه اللي هو لبرا اوفيس ده طبعا برامج كلها برامج اه مجانية لو حضرتك مسلا اه حابه ان انت تنزل برامج من برامج الجافة. آآ هتختار البرنامج اللي انت عايزه. آآ اللي هو برامج اللي هي دي بتستخدمها لو كنت هتشغل العاب او بعض من البرامج. آآ لو كنت عايز برامج من برامج الحماية ومتوفر ليك عدد كبير. مسلا هفترض ان انا اختار برنامج افيرا. تمام كده? آآ هنا البرامج اللي بتتعامل مع حرق الاقراس. تمام كده? فهتشوف البرنامج اللي انت محتاجه. يعني مسلا آآ اختاره. لو انت حابب انت تاخد برنامج من برامج التنظيف هختار اللي هو تمام كده? لو انت بقى من مطورين المواقع آآ او البرمجة ممكن تختار برنامج من برامج البيسون. تمام كده هو يعني البرامج اللي انت هتحتاجها هتعلمها وهو اره لحضرتك اللي هنعمله. بعد كده انا اخترت كل البرامج اللي انا محتاجها هنزل تحت. هقول آآ جيت يور آآ ناينتي. تمام كده هوت وانتظر آآ لحظات بسيطة. هيبدأ يحمل معايا ملف صغير. زي ما حدرك شايف كده. حمل معايا الملف ده. هقفل الموقع انا مش محتاجه. هبدأ افتح المكان اللي اتحمل فيه الملف ده. تمام? هضغط على اوبن فولدر. تمام? عشان اخد الملف ده على سطح المكتب ووريلي حضرتك. هبدأ اختار الملف ده. هاخده قص. تمام? واحطه لسك ليك على سطح المكتب. زي ما حدرك شايف كده. هو كتاب لي فيه اسماء البرامج اللي انا اخترتها. لو انا ضغطت عليه. تمام كده هوت. هنتظر هيبدأ يفتح معايا. تمام? آآ وهنشوف مع بعض ايه اللي هنعملوه. لحظات بسيطة تابع معايا. هيبدأ فيها عملية آآ تحميل وتجهيز الملفات بتاع البرامج اللي احنا اخترناها. انا هنتظر لحظات بسيطة ونكمل مع بعض. زي ما حدرك شايف كده هيبدأ عملية لو انا شفت آآ اللي هو كل آآ اللي هي التفاصيل هتلاقي كل البرامج اللي انت اخترتها ظهرت عندك في عملية طيب. انا طبعا الموضوع ده لو انا آآ نفست تدواتي هياخد وقت كبير. طب انا حابب ان انا اعمل لك تجربة بسيطة كده هارجع مرة تانية على الموقع. واختار آآ ملف واحد بس اللي حماله من البرامج. آآ ويكون ملف صغير عشان او رحضر لك ايه اللي هيحصل. افترض ان انا هاخد اللي هو تحميل برنامج الملفات المضغوطة فقط ضغط او ضغط الملفات. واضغط على اللي هو جيت يور آآ ناينتي. تمام كده? وانتظر لما يبدأ عملية تحميل الملف الخاص به. زي ما حدرك شايف كده حمالهولي. ابدأ اضغط على طول على اللي هو اوبن. ليه الملف ده. تمام كده? هيبدأ يعمل نفس الخطوات اللي فاتت. انا طبعا مرضيش اشغل الملف الكبير اللي فيه مجموعة كبيرة من البرامج عشان ما اطورش على حضرتك الفيديو. لكن انا اواري لحضرتك ملف صغير وازاي يتحمل. زي ما حضرتك شايف كده هيبدأ يعمل عملية آآ تنزيل ده واللود لبرنامج آآ زيب. ده برنامج من برامج آآ فك الضغط بتاع الملفات. زي ما شايف حضرتك كده هو نزله وفي نفس الوقت آآ سطبه على جهاز الكمبيوتر بتاعي. ده كان طبعا اللي هيحصل مع حضرتك آآ في العدد الكبير من الملفات بتاع البرامج اللي احنا اخترناها لجده. ابدأ افتح واشوف هلو البرنامج فعلا تم تثبيته على جهاز الكمبيوتر بتاعي ولا لأ? زي ما حضرتك شايف كده الملف فعلا تم تثبيته. لو ضغطت عليه هيبدأ يفتح مع حضرتك آآ بالصورة دية. ده اللي هو البرنامج بتاع فك الضغط عن الملفات. برنامج مجاني خفيف آآ بيتعامل مع كل انواع ملفات المضغوطة. ما بيحتاجش منك آآ ان انت هتفعله او تشتريه لانه هو برنامج مجاني وبرنامج خفيف جدا على جهاز الكمبيوتر معك. طبعا آآ دي الطريقة اللي انت هتستعملها مع آآ لو كنت هتحمل عدد كبير جدا من البرامج. الموضوع طبعا بيعتمد على سرعة الانترنت على حضرتك لانت بتعمل عملية ده واللود. وفي نفس الوقت الملف بيعمل عملية تثبيت لكل البرامج اللي انت اخترتها. طبعا موقع جميل آآ ارجو طبعا انت تستفد منه خصوصا اصحاب اجهزة كمبيوتر اللي سمستطبين نسخة ويندوز جديد. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه اتعلمتش الجديد. ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.